عايز حضراتكو بس تصبروا علي وانتو بتسمعوها في فنانة دينماركية امريكية اسمها سكارلت جوهانسن او يوهانسن سكارلت دي عملت افلام كتيرة منها فيلم لوسي اللي كان مع عمرو واكد وعدد من افلام المارفل اللي هي بتاعت الابطال يعني تضرب الناس كلها والناس اللي قاعدة في السينما والجمهور والبناء وكل ده طلعت سكارلت عملت فيديو بتهاجم فيه الادارة المصرية علشان احتجاز تلاتة من اللي بيشتغلوا في احدى الجمعيات اسمها المبادرة المصرية وطبعا الفيديو كان موجود في كل حتة وكريستيان امانبور طلعت وحطته وسط البتاواءة وتقال بان الفنانين في العالم ضد اللي بيحصل في مصر وكل كلمة انا مش هدخل في تفصيلة المبادرة المصرية وعلى فكرة التلاتة اللي اتقبض عليهم خرجوا مبارح مش هدخل في التفصيلة والقانون هايس كارلت يوهانسن انا مش هدخل في التفصيلة دي ومش هدخل في تفصيلة حتى الناس اللي بتقولك دي كانت في قطر وكانت متصورة على الترابيزة بتاعة امير كل دمى ولا يهمني مش هدخل فيه كل ده انا بس عايز حضراتكم تعرفوا حاجة مهمة جدا انه ناس كتير بتطلع في اللحظات دي تقول ايه احنا مش عايزين حد يتدخل في الشأن المصري اوكي احنا مش عايزين حد يقرب لنا ما لكمش دعوة احنا عندنا قضاءة في مصر تمام حاجة من اتنين اصلاها مش هتنفع اللي اتنين يا انت الغرب بيهمك يا انت الغرب ما بيهمكش يعني لو الغرب ما يهمكش خلاص انت لاس كارلت بقى تنفع معاك ولا كريستيان امان بور ولا اي حد خلاص او الغرب بيهمك فانت لازم تاخد بالك الناس دي بتقول ايه والناس دي بتعمل ايه ومن هنا ببدأ كلامي انه يجب دائما الاجهزة اللي هي ليه اعلاقة بالغرب هي العامة للاستعلامات وزارة الخارجية يجب دائما احنا نشرح للناس برا ايه الحكاية وايه الموضوع يعني انا ما عنديش تفاصيل بتاعة المبادرة المصرية ايه الحكاية وايه اللي حصل في تحيوتها ولكن يجب ان انت يوم ما يبقى فيه برنامج لكريستيان امان بور انت المتحدث بتاعك حد من الاستعلامات حد من السفارة المصرية في لندن حد يرد حد يبقى موجود يقول هو دا حصل ليه ايه الحكاية وايه الموضوع احنا لازم لانه لو دا يهمك انا معرفش التعدير ايه لو دا ما يهمكش خلاص نسيب بقى سكرلت تقول ايه عايزة ومحدش يجيقول ايه وهي ليه عملت كده لو ما تهمكش خلاص يعني كأنها ما قالتش حاجة ست انما انت في عالم بالنسبة له قضايا حقوق الانسان هي عابرة للحدود يعني ماينفعش يبقى قضية هما بيشوفوها عارفين دي زي ايه زي قضية الرسومات الموسيقى كده دا هو قالك دا حق عندنا خلاص ماشي انت جيت قلت له لا دا مش حق عند رغم ان دا ممكن كان هو يرد عليك قلت لك ايه دا شأن داخلي لا هو داس على حق فانت قلت له انت دست على حق فقضايا حقوق الانسان هي عابرة للحدود هو وضعها كده يعني انا عاسف اذا كنت متفق مع هذا الامر انما هو الوضع برا كده لما يشوفوا فيه قضية هما ليه بقى او مين وراهم وبتاع دا يبقى يوم نجيب الكتاب من اول وجديد ونقراه انما الوضع موجود برا ان احنا يجب ان نواجه هذا الامر لازم نرد لازم هاي التستعلمات هنا في مصر تجيب كل المرسلين احنا ايه الحكاية وايه الموضوع والوضع دا حصل ليه وايه هو قانون الجمعيات الاهلية والناس دي كان معاه تصريح ولا ما معاهاش والناس دي عملت صح ولا غلط كل الكلام وتاخد اسئلة وترد وتتكلم لو يهمك لو ما يهمكش يبقى محدش يزعل يعني ما تجيش تقول وهي ليه نيورك تايمز كتب خلال تكتب ليه سكارلت يعني مثلا انا شفت احدى الفنانات المصريات ليلى عز العرب طلعت ردت بلغة انجليزية جميل جيد ما لكيش دعوة بيه نعم فيه حد رد دا لازم يحصل لو يهمك الغرب ما يهمكش الغرب خلاص خلاص يبقى بقى ايه ما لناش دعوة ما لناش دعوة ليه لان انت بقى لك شهر شهر اللي فات دا كان فيه وقعتين وقعت ريجيني ووقعت المبادرة المصرية الموضوعين بصرف النظر عن تفاصيله يجب ان تشرح لازم نشرح للناس برا ايه الحكاية احنا وضعينا ايه ايه الحكاية لانه عندما يحدث شيء داخل مصر الناس برا بتعرفوش وعلى فكرة احنا الفترة اللي جاية دي حيبقى فيه منده كتير هتيجي تقول لي على فكرة احنا ما بينميناش اوكي انت ليه يا الان انت مالك انت احنا يقول لهم ما عايزينه اوكي بس ما تجيش تقول انت بتقول كده ليه بقى يعني ما تجيش تتكلم مع الناس دي برا مثلا عندك مسؤول مسافر برا او حاجة ما تستغربش لما تلاقيهم وعفين لك في مؤتمر صحفي ما تستغربش لما تلاقيهم عملين لك مزارة ما تستغربش ما هو انت بتقول لي ايه انا مالك لا يا احنا حنتعامل مع هذا الامر بكل عجزتنا اللي عندها القدرة الخارجية بتاعتنا عندها القدرة هي تستعلمات بتاعتنا عندها القدرة يجب ان نرد يا اخت سكارلت مساء الخير انا فلان انا عايزة اشرح لك انت كنت بتقولي كذا انا عايزة ابعتلك وابعتلك ايميل لو يهمك انما لو ما يهمكش فالتقول سكارلت ما تريد بقى خلاص احنا الغرب ما يهمناش في حاجة مش داخل معانا في الحزبة احنا ما عند في دول على فكرة بتعمل كده في دول تقولك ايه اضربوا دماغكم في الحقيقة ولا ليه يا دعوة اوكي بس انا مش عايز حد بقى يجي يقولك ايه وهم ليه بيقولوا كده هم عندهم موضوع حقوق الانسان ده عابر للحدود تقول له ايه احنا عندنا الهيئات القضايا بشرحه يا ستة دي تعرف قانون الجماعات الاهلية تعرف ان احنا لسه الصغة التنفيذية لسه طلع جديد لانج تعرف انه المبادرة المصرية دي كانت كذا وبعدين بقت كذا ما تعرفش تعرف انهم افرجوا عنهم اصلا مبارح ما تعرفش طب تقول الناس احنا افرجنا عن الناس فالقصدوا ايه انه لو سمحتم عايزين بس لانه الفترة اللي جاية دي حيب فيه كده كتير العالم بيتغير حوالينا حيب فيه كده كتير ولذلك الفترة اللي جاية دي ان احنا يجب ان احنا يبع عندنا رجالتنا اللي بتكلم العالم الناس اللي بتقول للعالم ايه الحكاية و ايه الموضوع الناس اللي بتشرح الناس اللي بتتكلم انجليزي الناس اللي بتكتب انجليزي ده مهم جدا